أكيد وأنا بنتأخر على حنان نفس ما قلنا عندنا محطات صباحية اليوم وحين بتطلع معانا حنان مع الأنشطة الصيفية اللي قدمها مركز فتيات الخور وصباح الخير حنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبح عليكم بالخير مشاهدين ومستمعين قناة الريان أنا معكم متواجدة من مركز الأنشطة للفتيات اللي مثل ما نعرف كل صيف يسمون أنشطة أو فعليات متنوعة منها السباحة أو الفوتوغرافي أو الأنشطة المتنوعة مثل ما نعرف المزيد من التفاصيل معي أمنة ألسعد مشرفة على الأنشطة في مركز فتيات الخور صبحت الله بالخير بداية أمنة عطينا فكرة عامة عن أهم الأنشطة في هذا المركز طبعا عندنا دورة الأسعافات الأولية دورة تصوير الفوتوغرافي دورة اللغة الإنجليزية بس كان عندنا برامج خاصة في شهر رمضان اللي هي التسابيح رمضانية برنامج أونلاين الحاسب الآلي برنامج مشاركات الفتاة في صلاة تراويح بالإضافة إلى برنامج من فهم صور القرآن الكريم برنامج روايتي وقصصي برنامج أفطار صائم كذا برنامج ماشاء الله خاصة برمضان وتم ختم هذه الأنشطة اللي بيكون إن شاء الله يعني بعد العيد أيوة إن شاء الله فكان في حفل بسمة العيد اللي هي كان يوم السبت تاريخ 2-8 لختام هذه الأنشطة الرمضانية وسيتم بعد العيد للسمرار في البرامج الأساسي الموجودة في المركز مثل ما تشفت فوق أنا الأنشطة اليدوية الأشياء اللي يسوونها باليد شغلات حلوة وكانت يعني بسيطة يعني بس أني يبيلها تتقين مع الوقت ومشاء الله يعني البنات هنا ما قصروا يعني أنا مثل ما تشفت يعني ما شاء الله إبداع فعلا ما شاء الله من اللي قدموا لهم الدورات فعلا في أشياء مميزة وحبوها البنات كان في إقبال عليها مثل رسم على الزجاج الرسم بالرمال وعدة أنشطة حتى تقديمها في المدارس أيضا في المنطقة وفي إقبال بالشكل عام في المشاركة أي الحمد لله بالذات أنه هو يشمل مختلف الفئات العمرية الحمد لله وبعد قلنا عن الأنشطة المسرحية أو الرياضية تم إقامة مسرحية العمل بإقامة المخرج شعير الكواري الله يعافيك وأوبريت اليوم الوطني كان على مستوى كبير أيضا المشاركة في أنشطة كاتارا بالإضافة إلى برنامج الأيروبكس برنامج التايكواندو ومختلف الأنشطة يعني غير هاي كلها غير الأنشطة اليدوية والسباحة وهي فيه رياضة أي نعم فيه رياضة فيه يعني بدل ما نروح جم ونتعب نفسنا فيه كل شيء متوفر رياضة ما يود مهتمي فيها الحمد لله وبشكل مستمر إن شاء الله إن شاء الله دوموا منها للأعلى إن شاء الله حققتوا أي هدف خلال هاي البرنامج الحمد لله وإطلاعنا صراحة بأهداف كبيرة مختلف الأنشطة زيادة الطلب والرغبة عليه الأنشطة والتنوع في الأنشطة نحن دائما نحاول نطور ونحط أنشطة جديدة وغير مألوفة مثلا في المنطقة وأشياء مرغوبة أكثر من البنات أنتوا كل سنة يعني تجددون الفعالية أو الأنشطة نعم يعني مثلا السنة اللي طافت شنو كان عندكم من الأنشطة شو في دورة اللغة الإنجليزية دورات المكياج دورات الرسم الزجاج الأعمال اليدوية هاي حق السنة اللي طافت أيوة وحين في أشياء يديدة اللي هو فتيات القرآن حق الكبار القرآن حق الصغار مختلف الأنشطة دورة تكون إيجابيا تختص بالجانب الديني للفتيات ودورة اللغة الإنجليزية التصوير الفوتغرافي الإسعافات الأولية أهم شيء التصوير لأن أنا واحدة يعني أعشق هالشي بس المشكلة ليس باحترافية يعني أشياء في الإستغرام لو الجشين عندي تشوفين قصة حياتي فيها في الختام آمنة ألسعد بس لو تعطينا مثلا فكر عن النشاطات أو الفعاليات المستقبلية إن شاء الله طبعا مركزين على دورة اللغة الإنجليزية دورة التصوير الفوتغرافي اللي هي في الجاية همام قطرية للفتيات للكتابة هاي الأشياء اللي مركزين عليها نعم اللي هي عشان يكتبون السيرة الذاتية والتهم مجال العمل وفي التكنولوجيا أيضا البرامج المختلفة مثل الرياضة مركزين عليها الخط العربي وعدة أنشطة بس إلتشالحين الياب يشارك يعني الأعمار غير محدودة تبتدين من 6 سنوات من 6 سنوات إلى 18 سنة من 6 إلى 18 يعني محدود ما في هو في حقل كبار في حقل كبار مثل دورات القرآن الكريم أي فوق أكثر من 18 في حقل كبار يعني في أنشطة خاصة بالفئات العمرية على حسب الفئات العمرية سوري عفوا يعني مثل ما قلت سيئن من فوق الثمنطعش في أنشطة لهم خاصة والتسجيل بيكون مفتوح يعني في لمة معين أو في فترة معين راح تذكرون فيها التسجيل أو مفتوحة نحن بنتدي من تاريخ 5 ثمانية اللي هو التسجيل حق الأنشطة الصيفية ومفتوح على حسب الأنشطة اللي حطينها في اللي دوء يومين في الأسبوع من أي تاريخ نحن بنتدي 5 ثمانية 5 ثمانية لمدة الأسبوع مفتوح للتسجيل والليون عقب نشجع يعني ما نوقف التسجيل نخليهم مستمري وعلى حسب البنت اللي تبي أو هاي وعلى حسب البرنام هنحن شي بس بنات يعني هني انتم بعد مثل ما قلت هنا في معهد إنجليزي دورة إنجليزي ورياضة وفوتوغرافي وكل شي هني موجود عندهم في المركز يعطيتش العافية عمنا السعد طبعا مشاهديننا هاي كل اللي كان عندي وإن شاء الله للأمام نسيتها قلتش إن شاء الله للأمام ومنها للأعلى يا رب وبنات الرأيان نسيتها قلت لكم ترانا بس أجل أساميكم من الحين وأنا معاكم وهي اللي كان اللي عندي من مركز من مركز الأنشطة فتيات الخار نرجع لكم والستيديو شكرا حانان يعطيتش العافية شكرا وموصول الله يفسدتش عد ما حصلت أقرب شوي يعني في ويد مراكز شبابية يعني متشرة في الدوحة كلها على حسب المناطق صح ونفس ما كنا نتكلم من شوي اللي مثلا مش حاط لخطة سفر أنه يقدر يرتب مثلا جدول اليوهول مع أحد المراكز الشبابية واللي قريبة من بيتهم بالضبط إذن يعني هذه التزام واسمك تسجل وأنا بعد إذن مثل ما يعني ذكرت حنان الأنشطة صيفية مشاهديننا الأنشطة صيفية أقصد خاصة وأيضا فيه أنشطة أخرى عامة تبدأ مع انطلاق مهرجان صيف قطر اللي بنتابعه في هذا الفصل شوفوا معنا موسيقى